أعلن بنك الإمارات الإسلامي عن إطلاق صندوق الإمارات الإسلامي الخيري بهدف ضبط وإدارة استراتيجية التبرعات الخيرية ويقدم الصندوق مساعدات مالية ضمن عدة مجالات منها الصحة والمأوى والغذاء والتعليم وبات هدف الصندوق الرئيسي إيصال المساعدات المالية الناتجة عن أموال الزكاة والصدقات الخاصة بالبنك إلى أكبر عدد من الجمعيات الخيرية بالإضافة إلى الأفراد المحتاجين الهدف من إنشاء الصندوق هذا طبعا صندوق موجود من زمن بس الحين كان صار بصورة منظمة أكثر الهدف من إنشاء الصندوق هو تنظيم عملية توزيع الزكاة والصدقات وتثقيف الشعب أو تثقيف الموجودين في الإمارات سواء الموافدين أو المجتمع ككل بدور المصارف الإسلامية في دعم المجتمع من خلال توزيع الزكاة والمخصصات الزكاة والصدقات لفئات المجتمع بدون تحديد لا جنس وطبعا الزكاة لها مخارج ثابتة بس إحنا في موضوع الصدقات ما عندنا تمييز بين جنسيات أو مذاهب أو ديانات يعني نوزع على الكل فكلما أنت زيت وعي المجتمع بدور الفعل للمصارف الإسلامية في الدولة هذا يزيد انتماء أو يجذب يعني يجذب الناس على المصارف الإسلامية ترجمة نانسي قنقر